السينوان فتحت لي خيال الهم حاجة في الطلايع دي انه في الوقت داك في مايو كان في وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب جات لي قد في مدني في طلايع بعد داك اهتم بانه اعمل شغل الاطفال لانه الاطفال بيتشيشوك لانه بفاجئوك بينه بيعملوا شغل غير اللي انت بتوقعه ومايو قاموا من وزارة الشباب والرياضة لمن شافت الحكاية دي نقلت التجربة دي لخرطوم وعملت حاجة اسمها طلايع مايو بما انه الحركة المسرحية حركة راسخة وحركة ممتدة من زمان بعيه جدا جدا وعندها زواهر كتير يعني نحن عندنا زواهر من من ازمان ساحقة يعني من العصر الحجري في شكل بصورة واضحة وبصورة غير مباشرة لتراث الدرام يعني يعني اذا جات الفرديات بتاعت انه اول تعليم للانسان هو انه كان بيعلم اولاده لمن يمشوا يصيده بيحكي لهم قصة تصيد فبيحكي القصة وبمثلوها واحد يمثل الفريسة واحدين يمثلوا الصيادين وكذا يكون نقلوا انه كيف صادوا بشرفوا بكرامة وبشجاعة وفي نفس الوقت يتعلموا الاولاده الصغار انه كيف يكونوا صيادين مهرة الحكاية دي دي فرضية عادية بجانب انه بنعرف التراثة الانسانية في الشريعة الاسلامية انه ربنا لما نجيه اهدهابين وغابين بعد كتل اخوه رسل لهم غرابين غراب كتر التاني ودفنوا الحكاية دي كانت العالم كان كله فيه اربع انفار بس هحوه وادم والاخوان الاثنين واخواته فلو ما لو مات ربعة زوده وكان في حتة مكشوفه كان بينقل طاعونه بينقل امراضه بعمل اي حاج لابد انه يدفن فده علموا غراب بشكل صامد جدا لكن معلومة وصلت الحكاية دي في الدنيا جي نلقاه في الجداريات الغديمة في كوش بنلقى انه اه في تتويل الملوك في هداين في حكواتية وواحدة من حكواتية انا خلتني افقى فنان صاحبة المحفظة دي قال لي هي دي دي واحدة من المشاريع اللي خلتنا نتجه لانه ليه بذل ما يكون عنده مشروع بخاص ببلده يعني فدي حبوبة الصنودة دي قادتني لانه اعرف التراث الشعبي بتاعي اللي حولي بنحق خلال الحاج بتاعته مسرح الحجية ده مسرح الحبوبة ده مسرح يعني فيه كل شكل الدراما فيه ويسان بيحكي بيقدي منو دراما كده مسرح بتاع رجل واحدة وامرأة واحدة والناس كلهم بتحلقوا حولها بيكون جمهور وبعدده فيه قصص بيتدعاك يعني دايما الحبوبة بتحكي لك الحكاية وبتغني لك وبتمثل وبتعيش كالجو مهما كان الجو ده غريب او عجيب او جو واقعي ايه انت بتنقلك ليه بصورة جميلة جديدة فالحاجة دي لما بيقينا نفكر فيه انه نعمل شغل ليه علاقة بالسودان فكرنا فيه انه نعمل حياتنا نستغيه من التاريخ القديم نستغيه من القصص والاساطير السودانية من الاحاجة السودانية من الهدايين والحكامات والحبوبات فبقى لا يبدا انه نعمل مسرح لانه عندنا سلزتنا زي بروفيسور يوسر عيدابي طرح شعار لمسرح العمومة للسودان كيف نعمل مسرح يلتقوا فيه كل عمومة السودان فعاونوا مسرحيات من كل السودان وجواف الموصل المسرحي وعيدابي اول حاجة بدبها اشتغلت طباغات طباغات ودف الله جمع منا حكايات عمل منا مسرحية حسان البيع وده قابنا لانه نحن نفكر في مسرح سوداني ومسرح سوداني ليه فيه ناس قدامنا عملوا مسرح سوداني لكن ظهر مصطلح بيفرق بين مسرح سوداني ممكن يكون مسرح بيتكلم عن مسرحية سودانية او مسرح في السودان والمصطلح ده عشان يبقى ما هنا فتشنا الى المصطلح اشمل واكبر لقينا المصطلح سودانوية اللي هو اترح دكتورنا نوردين ساتي ودكتور نوردين ساتي هو العمل السوداني والي هي كيف تزوب الفنون بتاعت الشعوب السودانية كلها في فن واحد مثلا ببساطة يعني زي الجيرتك الجيرتك منعرف انه طغس كوشي قديم جديدا لكن الجيرتك في النهاية ينتشر في كل السودان في الشرق بيعملوا الجيرتك في الغريب بيعملوا جيرتك في وسط السودان بيعملوا جيرتك لكن فيو اختلافات بسيطة في ناس بيضيفه في ناس بينقصه لكن التغس يهو نفس التغس اللي هو في النبين القديم الجيرتاكة يعني تغسى الجلوس بالظهر العرس قعد كدا والعروس قعد فيه ظهر هنا متلاصقين ما يتلاقوا الا فيه بخذابن التقصده بيقى مع طول الزم بيقى في حيات زيادة في حيات ناقصة في ناس ما بيعملوا خالص ولا اي شي لكن التقصده بيورك استودانية استودانوية في عظمتها انه اي ناس في كل حتة فينا الفاشر لكسر من حلفلين ممكن اعملوا التقصده ويعملوه بحياتهم الخاصة بيهم بلغتهم بازياءهم برقصاتهم باغانيهم وكل ناس بيكونوا حاوزين على نفس الطقص لكن بيادوا وده واحدة من حياته اللي بتوحد الناس فاكتشفنا انه السودانوية هي الفن او الفنون اللي حتوحد شعوب السودان وعلى كده غررنا نعمل مسرحيات من الشمال مسرحيات من الشرق مسرحيات من الغرب لكننا حاوزين على ازياء الناس على لغتها على لهجتها على الغيم بتاعتهم وعاداتهم وندخل فيها هداف انسانية عظيمة عشان نرفع من مستوان لما انت حيس انه النازل كلها بتحيس بانه فنون بتقدم 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 مواسم مفراحهم مواسم حصادهم احزانهم بتقدم مناحاتهم بيحسوا بانك انت مهتم بهم عشان كده ما بيحصل في صراع بين الهامش والمركز ولا في صراع لانه كل النازل واحد ودي حاجة ممتدة من شرق فريغي لحد غرب فريغيا نحن عايشين في مناخ واحد عايشين في مدار واحد فيه كل العادات دي ومتطور من زمن بعيد جدا جدا الان السودانوية لما ادعملت ادعملت كأدب وقام نقلها كاميرا الجزولي الأستاذ كاميرا الجزولي المحمد الكبير حلل هذا المصطلح وتناوله بعد ذلك احمد الطيب زين العبدين الفنانة التشكيلي وهو الضمان اللي وانا وعصام عبدالحفيز الفنانة التشكيلي في انه نعمل نعمل فن سودانوي في المسرح وفي التشكيل وفعلا ابتدينا نشتغل معه احنا انا بفتخر بانه انا تلميز دكتور احمد الطيب زين العبدين ودكتور احمد الطيب زين العبدين لما اشتغلت معه طوال عملت مسرحية حكاية الطاهر وعملت فيها الجودة إنه مسرحية منو دراما بتتكلم عن زول المواسير دخلت البلد وهو كان سقا وبيقى ما عنده شغل شغله بيقى شغل هامشي فعشان يشتغل لازم يعمل حاجة يغير حياته وغير طبيعته فقام جرم أنا لويط طويل جدا جدا بيقى يتكلم فيه عن ناس اللي بيشبهوه فقدوا غيمة بتاعتهم فقدوا الحياة فالمسرحية دي بيقيت لما نشتغلها في أي حتة بعمل بشتغلها على حسب الناس يعني مرة اشتغلتها في عرض تحت شجرة الناس الحولي في حتة بشرب قهوة بيقيت بجيب بابور بتاع بخدته وبشتغل الجبنة دي وأنا بقول في الحوارات وأثناء ما أعمل الجبنة بيقيت بمن للفناجين بدي الناس الجنبيه وبشتغل كانوا الناس دي المشجزوا من المسرحية كانوا هم قاعدين معي في البلزات وانا داري فيه والهضرة فبيقى الشكل ده شكل الشكل موجود موجود عند الحبوبة موجود عند الهداي موجود عند الحكواتي موجود عند بتاعنا الزكر فده ليه ما نشتغل عليه فبيقى خلاص أنه لازم نعمل مشروع فبديت في المشروع بتاع السودانوية والمفنون السودانية والمسرح ولقيت أنه بيقيت فيه مشاكل كثيرة جدينا ما بتخلينا نطبق مشاريعنا شاريعنا فغررت أنه تاني أسافر من السودان وسافرت بمسرحية حكاية الطاهرة جيت الدوحة ونستخدم مريف الدوحة موسيقى شلوحة يعجبك وأنا شايف فيك مما أجمل زاوية مما أجمل زاوية